أكد رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي أن الدولة تتحرك بكل قوة لتقليل الفاتورة الاستيرادية والفجوة الدولارية من أجل القضاء على هذه الفجوة خلال الفترة القادمة أضف مدبولي خلال مؤتمر صحفي عقب اجتماع مجلس الوزراء أنه في ضوء توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي بدعم الفلاح وتوفير سعر مجدي لتوريد القمح فقد أقر مجلس الوزراء حافز توريد إضافي بقيمة 250 جنيه وبالتالي تصبح القيمة الإجمالية لتوريد القمح 1250 جنيه للأردب أول شيء في ضوء توجيهات فخمت الرئيس عبدالفتاح السيسي بدعم الفلاح وأنه يبقى فيه سعر مجزي لتوريد الأمح في هذا الموسم يعني إحنا كنا سبق طبعا إن إحنا كنا خدنا قرار بإن يبقى سعر توريد الأردب هو 1000 جنيه فالنهار ده مجلس الوزراء أقر حافز توريد إضافي ب250 جنيه وبالتالي يبقى كده القيمة الإجمالية لتوريد القمح إن شاء الله حيبقى 1250 جنيه للأردب وده رقم يعتبر رقم يعني رقم مجزي طبعا بنقارن بالسنة اللي فاتت كان إجمالي قيمة الأردب يعني مع الحافز اللي كان مصروف كان حوالي 880 جنيه للأردب فبالتالي إحنا كده بنتكلم النهاردة على 1250 جنيه للأردب القمح وده شيء مهم جدا مع استمرار الدولة في صرف السماد المدعم للفلاح وإن كل دورنا إن شاء الله لفترة الجاية هو دعم الزراعة ودعم الفلاح المصري ترجمة نانسي قنقر